اما الشخصية التالتة اللي منسميه الثعلب لانه يسوع قال قولوا لهذا الثعلب اللي هو هيرودوس انتيباس هيرودوس بكون ابن هيرودوس الكبير وطبعا مثل الاب مثل الابن وهذا الشخص كان داهي كان ثعلب هو اللي وبخه يحنى المعمدان قال له لا يحق لك ان تأخذ زوجة اخيك بعده حي بعده على قيد الحياة كيف بتاخد وعادة عن الشريعة اليهودية بتمنع من زواج طبعا مثل هذا النوع من الزواج انك تاخد زوجة اخوك وهو بعده حي بتمنع زواج انك تاخد مرت ابنك كمان فاللي بيرتكب هاي التهم هي تعتبر جرائم بحسب شريعة اليهود وتعتبر نجاسي فقال له يحنى بكل بساطة لا يحق لك ان تأخذ زوجة اخي هو نفسه اللي قطع رأس يحنى المعمدان وهو نفسه اللي وقف يسوع امامه لما كان بيزور ارشليم ليحاكم امام هيرودوس انتيبس اغرب الغرايب واعجب العجايب انه يسوع وقف امام شخصية شرسة جدا مثل بيلاتوس شخصية فازدة مثل حنان وقيافة وشخصية طبعا كمان فازدة مثل هيرودوس انتيباس داهي ثعلب بمارس السحر والزنا وطبعا اخذ زوجة اخو بدون اي شرعية اتفقه وياها هاي النوعيات اللي تحاكم يسوع امامها